مشانا قلت لحضراتكم ان فلادمير بوتن رئيس روسيا سوف يحول ويجعل من يفجين بروجزين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية نموذج وامثولة ومثال لأي حد أساسا يحاول المساس بسيادة روسيا قلت لحضراتكم ان هو هيكون امثولة للجميع بعض الناس كانت متعطفة مع قائد فاجنر باعتبار ان هو مقرب جدا من النظام الروسي الا ان التمرض الذي قاده في شهر يونيو اللي فات جاب نهاية اجله النتيجة ومنذ ساعات قليلة دفن في صمت ودية النهاية الطبعية لاي حد يخون فلادمير بوتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معكم احمد عبدالهادي من قناة مصر منذ ساعات قليلة تم دفن يبجين بروجزين رئيس مجموعة فاجنر عملية الدفن تمت وسط حراسة مشددة جدا من قبل الامن الروسي حالات طوارئ بشكل غير عادي كلاب بولوسية في كل مكان سياج وبوابات الكترونية لاي حد بيمر ثم وكل هدوء بعيدا عن اي نوع من التكريم العسكري او الوجود الرسمي الروسي تم دفنه وفي صمت عاش في ضجة حقق انتصارات غير عادية لروسيا قاد مجموعة فاجنر في الكثير من دول افريقيا حقق وانجز لكن كانت غلطة عمره التمرد الذي قاده في مواجهة فلادمير بوتن رئيس روسيا في نهاية يونيو الماضي وضع النهاية الطبيعية لحياته فلادمير بوتن قال قبل كده بالحرف الواحد انا ممكن اغفر اي حاجة الا الخيانة بعض الناس تصوروا ان ذلك الذي حدث في شهر يونيو بمثابة مصرحية ومتفق عليها ما بين فلادمير بوتن وما بين يفجين برجوزين الا ان قناة مصر في حينه عكس كل التحليلات الدولية تقريبا قالت بالحرف الواحد سقو تماما انه لا يمكن ان تكون مصرحية بالمرة لسبب بسيط للغاية اني التمن في شكل روسيا قدام العالم الخارجي وقدام الشعب الروسي كان كبير جدا ازاي ان انا هتفق على مصرحية اشوه فيها صورة روسيا وصورة القوة بتاعتي اساسا قدام الرأي العام الروسي وقدام الرأي العام الدولي في وقت انا محتاج فيه اساسا قوة غير عادية حتى على الاقل على المستوى الاعلامي ازاي مقابل ايه وايه التمن نفينا الكلام ده مرت الايام وثبت بالدليل القاطع ان ذلك صحيحا الناس لحد وقت قريب او ما كانوش عايزين يصدقوا ان المسألة ده فعلا والتمرد ده كان حقيقي لدرجة انه هم قالوا لا 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 فلادمر بوتين عمل كده في سبيل ان يبجين برجوزين يروح دولة بيلاروسيا وبالتالي هيقدر يهدد اساسا دول اوروبا قلنا لا فلادمر بوتين هيستثمر قوة فاجنر بطريقة مختلفة بعيدا عن يبجين برجوزين منذ حوالي اسبوع فجئنا بسقوط طيارة يبجين برجوزين مع عدد من قيادات فاجنر بس السلطات الروسية اثبتت وقالت ان التحليلات اثبتت ان ده يبجين برجوزين ودول قيادات فاجنر شكرا جزيلا دوركم خلص طبعا منذ لاحظ التمرد اللي قاده يبجين برجوزين عدد من المراقبين الروس من داخل البلاد وخارجها وصفوا يبجين برجوزين بان هو رجل ميت يمشي على الارض ليه حط النهاية الطبيعية بتاعته انت بتتحرك وانت راجل ميت انت محكم عليك بالاعدام لان لا يمكن ان يغفر فلادمر بوتين الخيانة التي حدست فلادمر بوتين نجح في ان هو يستوعب الضربة بتاعت التمرد نجح في ان هو يحول التمرد اساسا الى قوة غير عادية لروسيا الى درجة ان كثير من التحليلات قالوا بالحرف الواحد ان نجاح فلادمر بوتين في استعاب عملية التمرد اللي قادها يبجين برجوزين تحسب لصالحه وليس العكس ليه؟ 36 ساعة بالضبط كان مستوعب التمرد عشان كده كان من الطبيعي ان الكثير من المحللين يقولوا ان يبجين برجوزين رجل ميت ماشى على الارض لان نهايته سودة يعني هو ميت ميت اكد مسؤولون روس وفاة رئيس المجموعة بعد اجراء التحليل الجيني لعشر جسس عسر عليها في طائرة حطمت في 23 اغسطس التحليلات اثبتت ان هو يبجين برجوزين لان بعض الناس نفوا ان ممكن اساسا يكون دا يبجين برجوزين لكن روسيا وضعت النقاط على الحرف وقالت خلاص نهايته انتهت طبعا الكريم للنفة تكهنات كانت قد اثيرت بانه يقف خلف الحادث اذا اقول لحضراتكم اه فلادمر بوتن يقف خلف الحادث لكن مستحيل ان هو يعترف بذلك لكن الرسالة وصلة كويس جدا اساسا لكل خصوم روسيا ولكل خصوم فلادمر بوتن هالدليل علي اساسا يثبت ذلك لكن كل الجهات المعنية برا وجوه عارفة كويس جدا ان فلادمر بوتن ورا الحادث ليه عشان يكون نموذج واي حد يفكر ان هو يتمرد على فلادمر بوتن او يتمرد على روسيا هي دي النهاية السودة بتاعته مهما كان بيقدم اساسا لروسيا المكتب الصحفي لقائد مجموعة بابنر منذ ساعات قليلة اصدر بيان قال فيه ان هو تم دفن يفجين بروجوزين في جنازة خاصة في سان بيترسفورغ الجنازة اقيمت في المدينة بتاعته اللي تولد فيها والجنازة اقيمت بشكل مغلق وقال المكتب الصحفي بتاعه يمكن لجميع الراغبين في توديعه في توديعه زيارة مقبرته الدفن تم في مقبرة اسمها بورو خفسكي اللي ابتقى على اطراف مدينة سان بيترسفورغ بجانب والده الراحل ولم يكن هناك اي تكريم عسكري لرئيس المجموعة عدد قليل جدا من الناس اللي حضروا عملية الدفن كان فيه طوابير طويلة من الشرطة على طول السياج المحيط بالمقبرة وفي جميع انحاء المقبرة ايو كلبة هينبح ضد روسيا فورا هيتدشمل ما تسألنش يعني ايها هيتدشمل احنا بنقولها عندنا كده في مصرولك هيتدشمل يعني هيتبهدل الى جانب العديد من الكلاب البوليسية وضباط الطائرات بدون طيار وشرطة مكافحة الشغب عشان اي حد يفكر في التمرد لا تعالى المسألة مش هتمر طبعا هباء يفجين برجوزين يدفن الى جانب والده في جنازة خاصة مع غياب التكريم العسكري وهكذا كانت نهاية طبعا يفجين برجوزين الرجل اللي تصور ان هو ممكن يتمرد على فلادمير بوتين طبعا قلت لحضراتكم لحظة التمرد ده او تتصور ان يفجين برجوزين من الغباء بحيث ان هو يقود هذا التمرد من اجل احتلال العاصمة الروسية موسكو ازاي؟ راجل محقق انجازاته محقق انتصارات غير عادية في الكثير من دول افريقيا وفي قلبه اوكرانيا وبالتالي عقليته ما هياش خيينة الراجل ده بناء على اتفاق مسبق مع احدى الدول اغريته مليارات كل حاجة رهن التصرف والرجل عبارة عن اساسا قائد لمجموعة من المرتزقة تدفع فلوس يشتغله تم عرض عليه خطير جدا فاصل النتيجة الدولة اغريته النتيجة اعلن عن ان هو متمرد على القوات الروسية وان القوات بتاعته في طريقها الى موسكو لاحتلالها لكن فوجئ باساسا بان الدولة دي تخلت عنه ثم المسيارات الروسية وجهت ضربات غير عادية اساسا لرجالته ونالت منه النتيجة موجهته لهزيمة غير عادية النتيجة حصل طبعا اللي حصل أليكساندر ريكاشينكو رئيس دولة بيلاروسيا اتوسط وقال انا بتوسط أساسا بينكو بين فلادمير بوتن وعزيني لم الليلة انت كده هتتبهدل أساسا وبناء عليه انا حصلت على وعد من فلادمير بوتن انك انت تاخد مكاسب غير عادية وانك انت تيجي عشان تضرب الناس بتعنى في قلب بيلاروسيا وهتكون موجود معزز مكرم على أفضل ما يكون وده اللي حصل بالفعل فلادمير بوتن استوعب المسألة بشكل سريع للغاية النتيجة بعد ما استوعب المسائل وهدية المسائل يفجيني بروجوزين كان مسلم دأنه أساسا لأليكساندر ريكاشينكو النتيجة طبعا ديت كانت نهاية يفجيني بروجوزين وكان عبرة لكل من لا يعتبر أي حد متصور ان فلادمير بوتن من الممكن يندحك عليه أو يتخان ديت النهاية الطبعية بتاعته ترجمة نانسي قنقر